التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استعداد مصر لتقديم كل خبراتها وإمكانات شركات الإنشاءات المصرية للمشاركة في جهود التنمية في السنغال وخلال لقائه الرئيس السنغالي ماكيسال على هامش المشاركة في قمة دكار الثانية لتمويل البنية التحتية استعرض مدبولي جوانب الطفرة التي حققتها مصر في مجالات البنية التحتية وفي مقدمتها توليد الطاقة الكهربائية بشقيها التقليدي والمتجدد وأيضا إنشاء وتطوير المواني والطرق وشبكات السكاك الحديدية والقطار القهربائي والمونورالا من جانبه أكد الرئيس السنغالي أن مصر كانت دوما نموذجا متميزا للقارة الإفريقية مشيرا إلى تحقيق مصر في السنوات الأخيرة نجاحات واسعة في مجالات البنية الأساسية قررت لجنة السياسات النغضية للبنك المركزي تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25% و17.25% و16.75% وفي بياننا أشار البنك المركزي إلى تعافي النشاط الاقتصادي على الصعيد المحلي خلال الربع الثالث من عام 2022 ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022 مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي أن بلاده تستحق أن تبدأ مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري وأوضح زلنيسكي بعد محادثات مع رئيسة المفاوضية الأوروبية روسلا فوندير لاين أن المزيد من الاندماج مع التكتل الأوروبي سيلهم الأوكرانيين ويمنحهم حافزا قويا للقتال ضد الكوات الروسية أكدت الحكومة الإيطالية على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني أنها لن ترسل دبابات إلى الجيش الأوكراني وأضف تاياني أن بلاده اعتادت إرسال أسلحة دفاعية وليست هجومية إلى أوكرانيا مما يعني أنها لن ترسل دبابات لدعم الكييف وشدد أيضا تاياني على أن بلاده ستواصل مساعدة كييف بكل الوسائل الممكنة لافتا إلى أنه من الصعب وضع توقعات حول كيفية انتهاء الصراع في أوكرانيا قال تهيئة أركان الجيش الأوكراني أن روسيا لم تعد طائرتها إلى قواعدها الجوية رغم انتهاء التدريبات الجوية المشتركة للقوات المسلحة الروسية والبلاروسية يأتي ذلك فيما أعلنت موسكو ومينسك اعتزامها البدء خلال العام الجاري في تنفيذ برامج متعلقة بمجالي الدفاع والأمن وذلك لمواجهة الضغوط الغربية وتفاقم الوضع العسكري والسياسي في أوروبا الشرقية أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليتا بيثبورن أهمية مشروع إصلاح نظام التقاعد في البلاد وأضافت أن هذا الإصلاح ليس بسيطا ولكن لا غن عنه وأوضحت رئيسة الحكومة الفرنسية أنه من الضرورية إجراء إصلاح للحفاظ على نظام المعاشات التقاعدية حتى إذا تم ذلك من خلال مطالبة الفرنسيين بالعمل لفترة أطول لفتة إلى أنها استشعرت حالة التردد والمخاوف والتساؤلات التي عبر عنها الفرنسيون خلال المظاهرات الأخيرة احتجاجا على مشروع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما وحقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهل الفوز على نظيره الزمالك بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي جمعتهما على صالة استاذ القاهرة الدولية وذلك ضمن منافسات البطولة الدورية وأنهى الأهل الشوط الأول لصالحه بنتيجة 26 هدف مقابل 24 ثم تقدم في الشوط الثاني بنتيجة 25 هدف مقابل 20 قبل أن يحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25 مقابل 22 هدف بهذه النتيجة وصل الأهل عرضه القوية والحفاظ على سلسلات انتصارته في البطولة والتي يتصدرها حتى الآن مشاهدين نهاية مجزء التاسع ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخيرية مصر بعد الفاصل